صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي تسمعوني فيه. رجعت كده اقرأ تاني وابحث عن شوية حاجات تخص قبل دخول رمضان. علشان في رمضان ان شاء الله عايزين كده نركز في حاجة معينة. مسلا اختاروا معي اه سرد القصص اه وحاجات من هذا القبيل على القناة التانية. او اه اكترحوا علي اي حاجة اكترحوا علي اي حاجة نلتزب بها في رمضان ان شاء الله. بمناسبة الجدال اه دايما بيبقى مسائد اللي دايما بتدخل تكتب لكم في التعليقات وترد عليكم وللأسف في بعض التعليقات مش بتوصل لي علشان نحسفها. اه في ناس اه او خلينا نقول في لجان بتدخل في تعليقاتكم وتقول بعض الكلام اللي يخليكم تفتكروا ان بدي اس ام حاجة كده مرضية وحاجة جنسية وحاجة ضد الدين والمنطق والكلام ده كله. مبدئيا انا زي ما قلت كتير جدا او تقريبا من ساعة ما عملت القناة وانا بقول ان انا هنا اه لما بتكلم عبيدي اس ام فانا بطبع او بشكله على اساس دينا وشرقياتنا وكل حاجة تخصينا. يعني انا عمري مسلا هنا في القناة ما تكلمت عن حاجة بيعملها الغرب زي. مسلا الغرب عندهم بعض الاحتفالات السخيفة اللي ممكن تلاقي الماستر واخد الخضاء بتاعته ورابطها وماشي بقى في الشارع وكلام من هذا القبيل. طبعا الكلام ده استحالة يتعمل عندنا لان احنا اه ناس شرقية ودنا يمنعنا من الكلام الفرغ ده كله لان دنا بيعزز لنا الزكورة بتاعتنا والنخبة والكلام ده كله اللي احنا عارفينه. اه فاحنا هنا بنتكلم اه بطريقة تناسب حياتنا احنا كناس شرقية مسلمين ومش بنتجاوز حاجة زي كده بل بالعكس في حاجات احنا بنصحح ما صارها علشان تناسبنا ونعرف نتعايش معها. طيب انا جبت لكم مقالات كتير ودراسات كتير نفسية عن موضوع ونهاردة برضو هكلمكم كده عن مقالة مكتوبة في موقع يسمى نفس الموقع اللي دايما بجيب لكم منه المقالات بتاعتي والابحاث اللي بيعملوها. طيب المقال اللي هنقرأه بيتكلم عن ابحاث اه بعنوان ما يجب فهمه عن الاشخاص اللي هستمتعون با او كينك 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 دايما هتسمعوه عن الاشخاص اللي في عالم بجي اس ام كينك معنها غرابة واحنا ناس يعني نعتبر بنحب الغرابة في علاقاتنا لحاجة لعيب ولا حرام بالاكس يعني دي حاجة بتبسطنا اه بعلاقاتنا وبتعزز علاقاتنا بشركاتنا وبتخلينا راضيين نفسيا ومرتحين نفسيا وده الكلام اه اثبتته بالفعل الدراسات النفسية والكلام ده كله وهنقرأ دلوقتي مع بعض المقال اللي بيتكلم عن اه الامراض النفسية وما شابه وعلاقاتها ببي دي اس ام بتتمتع بطريق طويل بانها موصومة بوصمة على انها شيء منحرف وغير طبيعي وشيء مجنون اما الادبيات النفسية او الابحاث النفسية والعلمية والكلام ده كله وضحت ان اصحاب بي دي اس ام او اللي موجودين في عالم بي دي اس ام هم ناس بتتمتع بصحة اقلية زي اي حد بيتمتع بيها وطبعا زي اي حد خارج بي دي اس ام عاليا طيب بقى لها شعبية كبيرة جدا بشكل واضح والشعبية بتاعتها دي بتزيد بس خلينا هنا اقول لكم ان الشعبية اللي زادت دي اه يمكن سبعين في المية منها غلط يعني انتم عارفين لو دخلتوا على صفحات الفيسبوك اللي بتخص بي دي اس ام والسابية والكلام ده كله هتلاقوا انها غلط في غلط ليه زي ما قلت انا كتير قبل كده في القناة عندي لان اه في بعض الناس الغير مسؤولة واللي ما بتقدرش تفكر ولا بتقدر تستخدم عقولها لما شافوا فيلم زي فيلم فيفتي شيد اه فدايما دايما الناس دي بيبقى عندها حب كده اي تقمص الاضوار تقمص الاضوار يتفرج على فيلم معين فيتقمص دور القاتل مسلا او شخصية القاتل يتفرج على فيلم معين يتقمص دور الكاتب وعقلية الكاتب وتصرفات الكاتب طبعا من غير عقلية ال fonctionne لكن بيتقمصوا تصرفات الكاتب وشخصية الكاتب'. فدايما بيتقمصوا ادوار لان هما اصلا اشخاص ضعيفي النفسية. اشخاص شخصيتهم ضعيفة جدا بتتأثر باي شخصية بيصدفوها ويبقوا عايزين يمثلوا الشخصية دي. طيب خلينا نكمل بقى الكلام المكتوب. في الفترة الاخيرة اه في باحثين في كتير من المؤسسات ومنهم جمعة الينوي الشمالية. عملوا استطلاع رأي للاعبين بي جي اس ام. هما طبعا بيطلقوا يطلقوا على الناس اللي بي جي اس ام لا ان في بي جي اس ام اه في حاجات زي لها بالاضوار والكلام من ده. طيب اعملوا استطلاع رأي للاعبين بي جي اس ام اللي عندهم خبرة كبيرة علشان يحددوا ماذا تأثير الجلسات العبودية والانضباط والمسوشية والسادية عليهم. الغريب ان الناس دي ما اظهرتش اي اثار سلبية ابدا. لكن بالعكس اللي عملوا البحث بلغوا عن حالة من الوعي متغيرة بشكل لطيف. زي اي حد بيقوم بنشاط ممتع في حياة وهو بيحبه. عقلية بتبنى على تقليل التوتر. في الوقت ده العقلية بتتمتع بان يكون الشخص عنده توتر قليل جدا. ليه? انا هشرح لكم ليه? مش هما اللي بشرحوا لكم ليه? انا هقول لكم ليه الشخص لما بيمارس بي اس ام? طبعا الكلام انا طبعا جربته لكن اه 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 اتجوز اه لان برضو تأثير انك بتحس بالندم انك عملت شيء غلط ده بي اثر عليك برضو نفسيا. انه انت كشخص مسلم كشخص شرقي بتحس بالندم و وعندك وعي زايد عن الناس دي فاحساسك بالندم ده برضو يعني بيتعب نفسيتك شوية. فلما هكون شخص متجاوز وهتجرب الكلام ده كله هتعرف قيمة الكلام ده اكتر بكتير. يمكن هتعرف قيمة الكلام ده مليون ضعف لما هتعمله وانت مش متجاوز. طيب التوتر بيقل لانك انت بتكون مركز جدا. وبتكون بتدي اشارات لعلك انك لازم تكون واعي جدا في الوقت ده علشان ما يحصلش مشكلة. اه انا كشخص ماستر لازم اكون مركز جدا في الشخصية اللي معي. طبعا اه امان لها وامان ليا لازم اكون مركز جدا جدا جدا. زي ما قلت قبل كده لازم تركز في كل حركة بتعملها خاضعتك تحت ايدك. دي صفة من صفات من صفات لازم يكون مركز جدا وباعي جدا للشخصية اللي تحت ايده. يعني في مرة من المرات يعني على سبيل المثال في منتصف الوقت يعني خلينا نقول اكتشفت الشخصية دي ان هي اصلا عندها اه حساسية في صدراء ما كانتش ايه لو ما قالتش ايه حاجة لكن انا اكتشفت لاني مركز جدا في طريقة النفس اللي بتطلعه في طريقة البربشة اللي ببربشة او الرمش يعني اللي بترمشه في طريقة حركات جسدها الانتفاضات القشعريرة الكلام دي كله طريقة النفس طلعة منضبطة ولا لأ لازم بكون مركز في الحاجات دي كلها ومن هنا اكتشفت ان هي كانت عايزة اصلا تربسني مصيبة لكن على اي حال فعلشان كده انت لما بكون مركز في حاجة كويس جدا وهذه كده من جواك فده بيقاللك التوتر طيب خلينا نكمل وبتخلي الشخص عنده نظرة ايجابية للحياة ودي حقيقة جدا طبعا اه لكن بيجي عليها احساس الندم فبيقتل الاحساس ده شوية علشان كده بقول لكم مش هتحسوا بلزة الكلام ده كله غيرا ما يكونوا متجاوزين في بيت واحد بدون اي توتر وبدون اي حسابات اخرى زي كمان انه بيعمل اه زيادة للاسارة الجنسية وده هينفع جدا ناس اه بعض الناس اللي بيتعاني من الضعف والكلام ده كله وخلص الباحثون انه بعيد عن تهديد الصحة العقلية تماما بتساهم في ابعاد اي شيء ممكن يقلل من الصحة النفسية الدراسات الجديدة هي مجرد واحدة من كتير دراسات اتعملت على مدار خمسة وعشرين سنة عدد علشان يعني اخدوا بالكم من الكلام ده يا مش مجرد دراسات كده على كام واحد وخلاص ده دراسات اتعملت على مدار خمسة وعشرين سنة وبرضو انا عايز اقول لكم ان هي المشكلة كلها في ايه المشكلة ان ان بيدي اس ام وممارسات بيدي اس ام ما ينفعش حد يطلع يتكلم فيها دي حقيقة هي حاجة بتخص اتنين في بيتهم لكن بما ان الواحد اه لقى حاجات كتير غلب بتحصل فلازم كان حد عائل زي كده يطلع يتكلم واشرح ويفاعي من الناس لما تنتشر صفحات الفيسبوك اللي عليها كم من المخاط بالشكل ده فلازم كان حد عائل يطلع يشرح ويفاهم الناس صح من الغلط طيب على اي حال فالدراسات دي اتعملت على مدار خمسة وعشرين سنة علشان يظهروا ان لعبي بيدي اس ام ما عندهمش اي مشكلة نفسية غريبة من نوعها وانهم مش اكتر عرضة انهم يعانوا من مشاكل نفسية من عامة السكان باحثين ايطاليين عملوا مسحة للحياة الجسدية لمتين ستة وستين راجل وست ايطاليين اعمارهم بتتروح من تمنتاشر لاربع وسبعين سنة واللي كانوا ينتموا لعالم بيس ام وكمان عمل الباحثون استطلاع رأي لمتين راجل وست متشابهين ديموغرافيا او برا بيدي اس ام المجموعتين بلغوا عن مشاعر ممثلة حوالين حياتهم الجنسية لكن لعيبي بيدي اس ام بلغوا عن ضائقة جنسية اقل ورضى جنسي اكبر يعني الناس اللي موجودة في بيدي اس ام دايما بتلاقوا مشاكل جنسية بيحكوها الناس صح دايما او معظم حالة الطلاق ممكن تحصل بسبب مشاكل جنسية الستم مش قادرة تاخد متعتها الكافية من الراجل لان هي اصلا مش قادرة تساعده ان هو يديها متعتها الكافية الثقافات مش هتكلم مش هنتكلم فيها لكن هي بالحث ومعظم الناس الناس ما بقاش عندها حث زيادة طيب فالناس اللي او اللي يسموهم لعبين بيدي اس ام كان عندهم ضائقات جنسية اقل ورضى اكبر قالوا الباحثون انهم بيأملوا اه ان دراستهم دي ان اه دراستهم دي تقلل وصمة العار اللي مرتبطة بالستادية او بيدي اس ام محقق في لوس انجلوس اه عمل اختبارات نفسية قياسية على بعض مئات من عشاق بيدي اس ام والنتيجة كانت انه قدر اه يعرف ويثبت ان ان ممارسين بيدي اس ام او اللي في موجودين فيه على بيدي اس ام انهم بيتمتعوا بصحة عقلية جيدة جدا بعض الباحثون الاستراليون عملوا استطلاع اراء على تسعتاشر الف تلتمية وسبعين استرالي اعمارهم بتتراوح من ستاشر لتسعة وخمسين سنة ومن بين اتنين فاصلة اتنين من مية في المية من الرجال وواحد فاصلة تلاتة من مية في المية من النساء اللي وصفوا نفسهم بانهم ملتزمون بالستادية بيمرسوا بيدي اس ام على طول في حياتهم يعني وعملولهم اختبارات كلهم اكتشفوا انهم بيتمتعوا بصحة نفسية ممتازة وما عندهمش اي تاريخ مش مناسب من الاعتداءات الجنسية والاعتداءات على الاطفال والكلام ده كله والسلامات الجنسية بل بالعكس اما عن علماء جامعة الينوي الشمالية اخدوا عينات من لعاب قبل وبعد من تمانية وخمسين لاعبي بيدي اس ام وعملوا اياس مستويات هيرمون التوتر او اللي هو الكيرتزول عندهم وبعد الاشخاص دي ما مرسوا بيدي اس ام عادي جدا في حياتهم اكتشفوا انه هما انخفض عندهم مستويات الكورتزول بشكل ملحوظ جدا وان لعبي بيدي اس ام قلل من اجهدهم باحثين هولنديون عملوا اختبارات شخصية قياسية على 902 من لعبي بيدي اس ام و434 زابط وكانت نفس نسب المجموعتين اختبارات صحية نفسيا بشكل عام كانوا الكنكي الناس الكنكي اللي بيسموهم كينكي او يعني الناس الغريبة عن المألوف اللي هما لعبي بيدي اس ام اقل عصبية واكتر ضميرا واكتر انبساط واكتر انفتاح على التجارب الجديدة واقل حساسية للرفض وازهروا رفاهية ذاتية اكبر وقالوا ان اكتر ناس سجلوا اعلى درجات صحة عقلية هم الدوم او المسيطرون بعدهم الخاضعات وفي المركز الاخير كانوا بتوع عالم الفانيلا لك انت تخيل اللي سجلوا صحة او رفاهية عقلية وانهم اقل عصبية واكتر ضمير ضميرهم صاحي واكتر انبساط في الحياة يعني عندهم انبساط مش مبسوطين لا انبساط يعني كده زي انبساط العضلات كده اكتر انبساطا وعندهم اا اكتر انفتاح للتجارب الجديدة يعني سيحطوا من نفسها كويسة يعني مزاجهم كمان بيكون افضل وعندهم اقل حساسية للرفض رفض اي شيء مثلا يجربوه جديد وعندهم رفاهية اا اكبر بكتير كان المسيطرون ثم في المركز التاني الخاضعات ثم في المركز الاخير هم بالناس بطوع عالم الفانيلا او الناس العادية اللي برا بيدي اس ام اما بحثون في جامعة ولاية اداهو سألوا 935 من اا لعيبي بيدي اس ام سألوهم بيدي اس ام تعني لكم ايه وكانت اهم الاجابات هي 90 في المية الحرية الحرية الشخصية 91 في المية المغامرة 91 في المية التعبير عن الزات 91 في المية تخفيف التوتر 97 في المية المشاعر الايجابية وقبل كل شيء 99 في المية المتعة فخلاصة القول ما تخليش الناس مزقوقة عليكم من بعض المعقدات نفسيا وانتم عارفين قصدي عالمين بالزبط يلعبوا في معكم وحاسسوكم انكم ناس اا عندكم اختلال عقلي بل في ابحاث كثير جدا اتعملت على اننا ناس اا متزنة عقليا عنهم هما اللي عندهم بعض المشاكل اللي وصلتهم او بسبب ضعف شخصياتهم وضعفوهم اا وصلتهم انهم يبقى عندهم مشاكل نفسية لدرجة انهم اا بيسمحوا نفسهم انهما يدخلوا في حياة ناس ويخربوها ويضغوا عليها اثار الحريق والتدمير والانعزال والانفصال عن بعض يوصلوكم للوحدة بيوصلوكم للتواطر النفسي بيوصلوكم بجد للامراض العقلية فقريت انا المقالة دي والكلام ده فحبيت اشارككم معي في الوضع ياريت ياريت اا ترفعوا من نفسيتي ومعنوياتي شوية وتتفاعلوا على ام الفيديو بعد يزنوكم يعني علشان نستمر ونكمل وندل الناس على الصح ونساعد الناس على انهم يفكروا كويس ويمارسوا حياتهم بشكل افضل وصحيح ونشاهد كون مراجعي